السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم سنشرح طريقة إنشاء كلمة مرور أو باسور للملفات المهمة عندك بالكمبيوتر فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ عندنا الآن يا شباب مثلا هذا الملف نبدأ نسوي له رمز سري أو كلمة مرور ففي البداية سنحتاج نستخدم برنامج المرار سنضع لكم رابط تحميل برنامج بالوصف فقط تحملونا وتضغطونا على التالي ورح يثبت معاكم بكل سهولة فبعد كده تروحون على نفس الملف اللي تبغون تسوو له كلمة مرور تضغطون عليه كليك يمين وبعد كده يا شباب تضغطون على هذا الخيار اللي هو add to archive أو إضافة إلى الأرشيف فمن هنا تروحون على set password هذا الخيار ومن هنا تسجلون الرمز السري اللي تبغانه فنفترض مثلا من 1 إلى 6 وهنا نفس الشيء من 1 إلى 6 وبعد كده يا شباب تحطون علامة صح على هذا الخيار فهذا الخيار رح يسوي تشفير على أسماء الملفات عشان ما يظهر أسماء الملفات لأي شخص وبعد كده تضغطون على ok وبعدين ok فكده الآن بكل سهولة يا شباب صار عندنا ملف مضغوط بكلمة مرور هذا هو الملف الجديد الآن ظهر معنا فلو تضغطون عليه الآن رح يطلب منكم تسجيل رمز السري فتسجلون نفس الرمز السري اللي سجلنا الآن وبعد كده تضغطون enter رح يفتع عندكم ملف بكل سهولة هذا هو الملف وهذه الملفات اللي كانت موجودة عليه فهذه يا شباب كانت الطريقة بكل اختصار أتمنى أنه كان شرح بسيط وسهل واستفدتم منه نشوفكم مقاطع ثاني إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر